بسم الآب والابن الروح الكدس لانواحد آمين الأحباء احنا وصلنا في تفسيرنا لسفر يشوع بن سيراخ للإسحاح تسعة حنتناول النص الأولاني من هذا الإسحاح يعني من الآية واحد إلى الآية تلات عشر يكلمنا الوحي الإلهي في هذا الإسحاح ويقول لا تغير على المرأة التي في حجرك ولا تعلم عليك تعليما سيئا لا تسلم نفسك إلى المرأة لألا تتسلط على قدرتك لا تلقى المرأة البغى لألا تقع في أشراكها لا تألف المغنية لألا تصطاد بفنونها لا تتفرس في العزراء لألا تعسرك محاسنها لا تسلم نفسك إلى الزواني لألا تتلف مراسك لا تسرح ببصرك في أزقة المدينة لا تتجول في أخليتها اسرف طرفك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في حسن الغريبة فإن حسن المرأة أغوى كثيرين وبه يتلهب العشق قنار كل إمرأة زانية تداسك الزبل في الطريق لا تجال الزات البع للبتة ولا تتكئ معها على المرفق ولا تكن لها منادما على الخمر لألا تميل نفسك إليها وتزل بقلبك إلى الهلاك في هذا الإصحاحي أحبائي معلمنا يشوع ابن سيراخ بيكلمنا عن أمور تعتبر أمور شخصية يعني بتطول حياة الإنسان الشخصية اللي بيظهر منها أهمية الإرادة أهمية الحكمة في تناول المشاهدات اللي قدامنا والظروف اللي احنا بنمر بيها في حياتنا لأن عدو الخير قائم أمامنا معلمنا بولس الرسول يقول محاربتنا ليست مع جسد ودم بل مع أجناد الشر الروحية حكاية الالتزام الأدبي والروحي والأخلاقي أيضا الثلاثة دولة بيكملوا بعضهم في تمسكنا ومحبتنا لوسيط الله يعني الإنسان بيعيش في حياته بيقابل أمور قد تطول أخلاقه تطول روحياته تطول التزاماته تطول التزاماته بوسية الله من حياة العفاف وحياة الطهارة لأن عدو الخير مش قاعد قدامنا يعني هادي أو يتمنى لنا أن نحن نبقى في علاقة طيبة أو علاقة سليمة مع ربنا بالعكس بيحاول يشوي هذه العلاقة بقدر إمكانه الأمور اللي بنقابلها في حياتنا زي مثلا إن إنسان مثلا يغير مثلا على زوجته بالقدر من خلال غيرته القوية على زوجته أو مثلا على خطبته بيحصل انفصام في هذه العلاقة يعني يا ما في خطبات كتيرة اتفشكلت زي ما بيقولوا أو انفصمت أو انفصلوا عن بعض نتيجة يعني شك في واحد في الثاني وهذا الشك هو نتيجة حب له سمة الغيرة الغير حكيمة يعني تلاقي الشاب بيغير على خطبته غيره غير حكيمة ما فيهش أي نوع من التعقل أو الحكمة وبالتالي لما بيضب الشك في قلبه يقولك أصلا بحبها جدا وبالتالي أصلا سمعتها بتتكلم في التليفون يا ترى هي بتكلم مين ويقعد يسألها ويعمل شيء من التحقيق حول هذا الأمر وبالتالي الغيرة الشديدة دية ممكن تؤدي إلى الانفصال وحينا كمان بتبقى الغيرة الشديدة دية حتى بين الزوجين يعني يا ما فيه مشاكل زوجية احنا بنقابلها من هذا النوع بنلاقي أن الزوج غير قابل أن هو يسد أمراته مثلا في أمر ما سواء مثلا لما يشوفها مثلا بتتكلم مع حد مثلا بتتصل بحد آآ آآ بتتجنب أن حد يسمعها مثلا من هي بتتكلم في التليفون ده بيولد الشك في داخله منظرا لأنه بيحبها حب غير غير حكيم وغير آآ يعني متوازن آآ فبالتالي آآ بيتزرع الشك ما بين الزوجين أو عند طرف من الأطراف فيؤدي إلى الانفصام يعني احنا بنسميها الغيرة الصعبة أو الغيرة المرة التي تهدم كيان آآ سواء كان على وشك إن هو يتبني أو يظهر ككنيسة صغيرة في البيت أو سواء آآ تم بناءه فعلا عن طريق ما تم من صلوات الإكليل وإجراء سر الزيجة المقدس فبقوا جسد واحد لكن الغيرة الشديدة والحب الشديد من طرف من الطرفين قد يؤدي إلى شيء من التباعد أو المشاكل أو الانفصام لقدر الله آآ زي مثلا قابلتني مشكلة إن الخطيب جاي يشتكيلي بقوله حصل إيه قال لي ده أمر بسيط خالص آآ الساعة 2 بالليل واحد زميلي في العمل اتصل بي الأمر هام جدا المفروض يعمله تاني يوم صباحا طبعا اضطر يرد عليه يعني زميله في العمل ولكن كان في ذات الوقت خطبته بتتصل فلقاته على الويتينج مثلا على التليفون فدب فيها الشك ودب فيها الغيرة الشديدة يترى هو بيكلم مين وبالتالي حصل مجادلة بينه وبينها ولربما من خلال مكلمة تليفونية بعد اتصاله بزميله كان كل شيء انتهى بالنسبة لهذه الخطيبة أو العروسة وبالتالي انفصلوا عن بعض والأخ بيأكد لي ان كان بيكلم صديقه ما كانش بيكلم مثلا فتاة اخرى او واحدة تانية مثلا هو الحكمة مطلوبة بلا شك احباي الحكمة والتفاهم ومع الخبرة اليومية والخبرة الحياتية على الاخص ما بين الخطبين او العروسين او حتى الزوجين ممكن الاتنين يكتشفوا بعد واخد بالك هو اذا كان هم متقدمين للارتباط الزيجي او هم مخطوبين يعني بمعنى صح فبلا شك ان الاتنين على طول بيقدموا موضوعهم قدام ربنا فاكيد ربنا حيكشف لطرف من الطرفين لو ان فيه شيء غلط لسامح الله او ان الزوجين بالفعل هم متزوجين وابتدت الشكوك تدخل ومن قبيل الغيرة الشديدة لاحد الطرفين ها وبما ان هم مرتبطين ارتباط مقدس وكمان دايما وضعين حياتهم قدام ربنا ربنا برضو حيكشف لطرف من الطرفين يعني بمعنى ايه بمعنى ان احنا نتمهل قليلا ان احنا نفكر بالراحة ان احنا نصلي ربنا يكشف الامر الخبرة اليومية والتعامل والمشاعر المتبدلة والصلاة من اجل مشكلة ما قد تقرق الانسان في امر زي كده ممكن ربنا يساعد الانسان ويكشف له الحقيقة لكن ان احنا ناخذ قرارات سريعة جدا من قبيل الغيرة على بعدنا في الامور على الخاص امور الارتباط والامور الزوجية قد تجيب بالسالب لان ممكن الشخص اللي طرف من الطرفين بيشك فيه ممكن يكون مظلوم مثلا يعني فهو معلمنا يشوع بن سيراخ بيقول لنا تمسكه بالحكمة والتروي والانتظار وطلب ربنا في كشف الامر بيقول لا تغير على المرأة التي في حجرك ولا تعلم عليك تعليما سيئا يعني ما تغيرش عليها للدرجة اللي بيها ممكن تنفصل عن زوجتك او تنفصل عن خطبتك على سبيل المثال ولا تعلم عليك تعليما سيئا يعني تخليها تقود فكرك حتى ولو الى الغلط ايه السبب في كده انك انت بتحبها حب يعني بتسلم لها نفسك جملة وتفصيلا مع التخلي عن ذاتك او ذاتيتك او الايجو بتاعك يعني الشخصية بتاعتك او لكن حكاية الاتحاد الزيجي والمشاركة والجسد الواحد او مش معناها ان الانسان يسلم كل كيانه وافكاره للاخر يا ما فيه مشاكل كتيرة لان الزوج يعني ليس له اي رأي باتاتا مع الزوجة اما انه هو بيحبها بطريقة يسلم لها نفسه تماما وبالتالي القرار مش موجود في البيت المشاركة في القرارات مش موجودة اساسك لانك انت مسلم نفسك تماما ليه الزوجة ليس لك رأي ليس لك رؤية ليس لك بصمة في اسرتك وبالتالي هي ممكن تسلمك الى تعليم غريبة زي مثلا افتكرت نوكولاوس لما انحرف راح تزوج واحدة كان بيحبها لدرجة ان هي جعلته ينحرف ايضا وتجعل نفسها هي الروح القدس وهو نظرا لانه هو كان منحرف يعني فكريا فهم ابتدوا يغزوا بعض وهي كمان بدأت تجعله ينحرف اكثر واكثر بحيث تجعله انه هو قوة الله وهي اعتبرت نفسها الروح القدس يعني شيء من التعليم الغريبة دخلت في العملية الايمانية في عهد الكنيسة الاولى وانحرفات البعض وبالتالي كان نوكولاوس يعني محل الدوس من ارجل هذه المرأة اللي هي تعتبر برضو كانت منحرفة زيه يقول كمان يا شعب نصيراخ لا تسلم نفسك الى المرأة لألا تتسلط على قدرتك زي ما احنا بنحكي دلوقت طيب تعالوا بقى نشوف ايزابيل لما سيطرت تماما على اخاب لدرجة ان اخاب كان يعني جاله فكر ولا جالته شهوة ان هو يغتصب حق لرجل فقير اللي هو نابوت اليزرعيل طيب ده انت راجل ملك يعني ما انتش محتاج لقطعة الارض دي وعلى خاصة دي بتاعة راجل فقير بيتعايش منها لكن بمجرد ان ايزابيل عرفت ان هو يعني نفسه في الحقل ده او في قطعة الارض دي قلت له لا سيب لالامر بعد وللأسف الشديد سلم لها نفسه وبالتالي هي قتلت وصرقت واهدت هذه السرقة او قطعة الارض دي الى جزهة الملك اخاب ملك اسرائيل وبالتالي كان صوت الي لها قال لها الكلابة التي لحست دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا فكان منها ان هي تم اغتيالها من قبل الناس الخائنين في قصر الملك اخاب وماتت وبرده ده كل ده نتيجة ان اخاب سلم كل قدرته لزوجته برضه مش مزبوط مش صح فيه تبادل رأي فيه حوار فيه رؤية فيه حكمة ده بالعكس ممكن طرف من الطرفين ينصح الآخر يقول له لا الامر ده مايصحش تعمل الامر ده لا نكون عادلين مع الناس مثلا انا كملك يجب ان اكون عادلا مع الرعاية بتاعتي فما يصحش يا فلانة او ما يصحش يا فلان مثلا يعني فالآية واضحة جدا وصريحة لمعلمنا يشوى بن السراخ يقول لا تسلم نفسك الى المرأة لألا تتسلط على قدرتك يقول كمان لا تلقى المرأة البغى لألا تقع فيه اشراكها المرأة البغى دي اللي هي يعني اللي قدر الله المرأة اللي مشي الى ناحية الشمال او الشمال زي ما بيقوله يعني او اليسار يعني مشي في الخطية سرتها كلها خطية فما فيش حد يعني ايه يعني يحاول يكون يشبع فضوله في التعامل مع المرأة اللي زي كده ليه لان كل اعمالها فيها شراك يعني مصايد ممكن تقع انت كمان في المصيدة وبعدين ترجع بقى تعتذر ولا ترجع تقول اصلي مثلا اضطريت اصلي فيه اه مثلا مشروع بيني وبينها اصله فيه مصلحة بقضيها اصله اصل تم انتش حتى مش حتبرق في هذا الموضوع يعني زوجتك او اولادك مش هيبرقوك اه مش هيقولولك معلش بقى انت ده غزبا عنك لا الوصية واضحة يقولك لا تلقى المرأة البغى لألا تقع فيه اشراكها يعني الواحد دائما بيكون عنده آآ قرون استشعار مبكرة يعني يشعر ويحس بان الطريق ده هو هيقدي به الى الهلاك ها ولا هيقدي به الى الخلاص السيد المسيح قال ان الطريق واسع والباب واسع رحب سهل جدا لكن هيقدي الى الهلاك ليه بقى لان الخطيئة قدام الناس الخطيئة ممكن سهلة تتعمل انما الانسان يتمسك به المبادئ الروحية والاخلاقية ووصايا الله دي عايزة حكمة وعايزة كبحة للايه كبحة لل للدوافع والمشاعر والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني المغنية دائما ما بتحاول بكل إمكانياتها تجذب إليها المستمعين فعندها شيء من الحيل أو شيء من التملق الشديد جدا وشيء أيضا من استحسان اللي قدامها حتى تصطاده أيضا بقولك لا تألف المغنية لألا تصطاد بفنونها وأماكن اللهو فيها الحاجات دي يعني أماكن اللهو فيها أمور لا تمجد الله هنقول مثلا خلينا مدرن وندخل في العملية دي لا الأمور دي يمكن بتشوفوها كتير في الأفلام القديمة الأمور مختلطة حكاية الانفتاح الواسع على مثلا أماكن اللهو أماكن الخمرة الكبريهات اللي إحنا كنا بنشوفها في الأفلام القديمة وبيحصل فيها القتل وتغيب العقل وشرب أمور لا تمجد الله ويعني ابتزال الإنسانية ابتزالها في أماكن زي كده مش مش كويسة يعني تعتبر أماكن خطية ويا ما فيه جرائم خرجت من هذه الأماكن بل جرائم كانت حول هذه الأماكن ومن الناس الرواد اللي كانوا بيدخلوا أماكن اللهو دي لأن الغلط غلط والصح صح يعني أي شيء بيدر الإنسان أي أمر وتصرف بيدخل الخطية جاهزة لجوة داخل الإنسان ببلاش منها بلاش منها لكن الملتقيات اللي فيها محبة وإخلاقيات وشيء من الرقي الأخلاقي والرقي المجتمعي ده أمر محبب وإحنا بنشجع عليه بنشجع إيه عليه السيد المسيح نفسه حضر عرسقان الجليل الناس مبسوطة فرحانة آه كان معهم بيشاركهم أيضا وبغض النظر كمان على حضوره حضوره السري يعني من ناحية إيه من ناحية تأسيس سر الزيجة لأن رب المجتمع نفسه حاضر بس لم يأنف ولم يبتعد على أنه يشارك الناس فرحتهم بس في حدود يعني في حدود إيه الأخلاقيات العامة وفي حدود وسيط الله حتى أنه لما حول الماء إلى خمر حوله إلى خمر غير مسكر ده شيء مهم قوي يعني بيقول لنا فرحوا انبسطوا مع بعض هنوا بعض بكل الطرق لكن بلاش تهنوا بعض أو تفرحوا مع بعض بطريقة تبتزل وصيتي سواء في العهد الأديم والعهد الجديد يعني بطريقة غير خاطئة بطريقة غير خاطئة يجي ياشوعة بن السيراخ أيضا يقول لا تتفرس في العزراء لألا تعصرك محاسنها يعني كلمة ياشوعة بن السيراخ بتفكرني بيه الآية اللي قالها أيوب البار في الأسحاح 31 آية واحد يقول عهدا قطعت على نفسي كيف أتطلع إلى عزراء اه اصل فيه حدود برضو يا احبائي يعني تعاملات الناس مع بعض كلها لها حدود وما هي هذه الحدود بيقولوا عليها الناس ان هي حدود مثلا الادب كون ان الانسان يتفرس في عزراء يعني ايه السبب ما هو السبب وراء هذا التفرس او التماعن او التعلق بان انسان يعني يرى عزراء او يرى فتاة ويحاول ان هو يعني يشوفها بالتفصيل او يتفرس فيها يا شو ابني سيراخ بيقولك يعني حاسب حاسب لقلا تعصرك محسنة لقلا تشتهيها على غير العادة لقلا انك انت يعني فيه احيانا الناس لما يتعلقوا بمنظر زي كده ممكن مثلا يضحي بكل يضحي بزوجته يضحي ببناته يضحي باولاده يضحي بتجارته يضحي ببيته يضحي بالحكمة يضحي بحياته الخاصة علشان يرتبط بالبنت اللي قابلها او شافها في مكان ما او اتكلم معاها او تفرس فيها او تمعن فيها ما هو دلوقتي الانسان في اللحظات دي او الوقت ده اه اللي بيسوقه اللي بيسوقه ايه نزوته واللي بيقوده شهوته واللي اه متملك عليه او متملك على عقله فكري مادي فكري جزداني اه مش في محله مش يعني ليس له اه محل من الاعراب يعني اه وليكن انك انتا مثلا رجل صاحب بيت اه بتلتزم بكل مبادئ البيتك واسرتك واولادك وبناتك وزوجتك قد يكون الامر ما بين شاب وشابة بيقول الامر الى الزواج طب ما كويس من حقهم من حقهم لكن برضو هل اللي حيرتبط مثلا بفتاة زي كده بعد ان هو شفها واستحسنها وانبسط بيها هل حيقول الامر الى زواج ولا الى تسلية يشوع ابن السراخ بيقصد ايه بيقصد العسرة اللي حتيجي من التفرس او التماعن في محاسن هذه العزراء وهل من حقك تعمل كده ولو انت عملت كده هل عندك هدف بعد كده يعني هدف الارتباط القانوني والزواج القانوني ولا هتعملها حكاية تسلية ويتحور الامر الى عسرة وشهوة وانت ما انتش حاسبها كويس زي ما السيد المسيح بيقول قبل ان تبني برجا احسب حساب النفقة الواحد يحسبها كويس يقول كمان يا شوع ابن السراخ لا تسلم نفسك الى الزواني لألا تطلف مراسك الله اتاري كل انسان احبائي مننا بيملك مراس بيملك طراص بيملك يعني خلفية عظيمة ايه خلفيتك اولا علتك واسم علتك والدك الكريم اللي هو رباك وخلك انسان نافع في المجتمع انت بتملك مراس بتملك خلفية بل انك انت بتملك كتابك المقدس الذي هو يعتبر تاج الكتب زي ما قال غاندي بيقول ان الكتاب المقدس هو تاج الكتب وان الموعزة على الجبل التي قالها السيد المسيح هي ضرة هذا التاج يعني انت مسنود على كتاب الحياة الكتاب المقدس دايما ملقب بالمقدس يعني كلام القداسة فيه دي خلفيتك ده مراسك الوصية ده بل ضيف على ذلك تعليم ابائك بقى اللي عملين يفسروا لك وصايا الله دي ويسبحوا بك الى علو فائق النقاء وفائق القداسة والطهارة بيعلموك المراس بتاعك ويفسره لك معلمنا يشوع ابن سراخ بيقولك على المستوى الشخصي لا تسلم نفسك الى الزواني لقل لا تطلف مراسك الابن الضال شوفه كان مراسه ايه عظيم جدا ابوه غني جدا له اخ كمان كان بيشاركه في الحياة عايشين بشرف يعني اخو الكبير كان راجع من الحق يعني بيشتغلوا بي مش مش بيتكسبوا الغنى بتاعهم من امور غير قانونية او غير شرعية او امور فيها الهيمنة والبلطجة لا ده بيشتغلوا بيعملوا والغنى اللي معاهم جاي بشرف وجاي بعرق وجاي بعمل يعني مراس الابن الضال ده عظيم جدا وبعدين هو نفسه الابن الضال قال ده في بيت ابويا العبيد او الاجراء اللي بيشتغلوا هناك يعني شبعنين انما يا للأسف السيد المسيح لما حكي حكاية الابن الضال قولك ذهب وبزر امواله مع الزواني اه وعاية اقول لكم يا حبائي ان كلمة الزواني دي مش شاملة بس خيانة الجسد يعني يعني خطية الجسد بس لا الزواني دي كمان يعني الانسان يسيب مراسه بيخونه يبقى بزنة او انسان بيسيب المسيح بينكره بيخونه يعني في العاد القديم كله كتير جدا ان الوحي الالهي يستخدم كلمة الزنة مع الانسان الذي يترك عبادة الله الحقيقية او الشعب الذي يترك عبادة الله ويلتج الى عبادة التراقيم وعبادة المرتفعات على الجبال يعني العبادة الوسانية او عبادة البعل وعبادة بعل زبول وعبادة الاوسان اللي هي مش الله الناس فاكرها الله او مثلا تقديم زبائح الناس اللي كانوا بيروحوا يعملوا الحاجات دي الوحي الهي كانوا بيسميهم الزواني وكان أشد ما يغضب ربنا على الشعب أنه يترك الشعب عبادته ويلتجي إلى عبادة أخرى يعني زنة ودي كمان نلاحظها كتير جدا في سفر الرؤية أن المرأة الزنية يعني بتمثل الشعب الوسني الذي لم يرضى أبدا أنه هو يتبع الله الحقيق الخالق ذات الوجود الذاتي وبقوا متابعين آآ آآ الزنة كمان بيطول الإنسان اللي عايش للدنيا فقط عايش للأموال فقط عايش ومدي ظهره للكنيسة ولربنا وللأباء عايش لحاجة تاني مش عايش لربنا يبقى معناها إيه؟ معناها أنه هو بعيد عن ربنا بيزني بعيد عن ربنا بعيد إيه؟ عن ربنا ومعرفة ربنا يعني أنا أصدأ أقول أن آآ لا تسلم نفسك إلى الزواني الزواني دي حاجات كتير كل ما يغضب ربنا كل ما يبعدك عن ربنا ده بيعرضك للخيانة لأن اتحادك مع ربنا ده يعتبر آآ اتحاد آآ اتحاد العريس مع العروس يعني النفس البشرية هي كعروس للمسيح ومعلمنا بوليس الرسول يقول إيه؟ خطبتكم كعزراء عفيفة للمسيح إحنا النفوس إحنا النفوس البشرية التي كرست واتحدت بالمسيح من خلال المعمودية والميرون والإفخارستية وباقي الأسرار السبعة ده بيجعلنا متحدين إحنا كعروس للمسيح طيب السيد المسيح لما حكى حكاية الإبن الضالبي يقول إنه هو يعني بزر أموال أبوه وبزر الميراس بتاعه مع الزواني وكانت النتيجة إنه هو فئر وضعف ومرض وأخطأ كتير بس اللي أنقذه إنه هو تاب وده شيء مهم يعني يعني هو ربنا مش بيقطع تماما السلام مع أي إنسان يحباه حتى لو كان بيخطئ وخاطئ وكل حاج بس هو إيه المهم في كده إن الإنسان يرجع إن الإنسان يتوب الآن أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إليك يا أبتا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدع لك ابنا بل يجعلني كأحد أجراءك وبالتالي السؤال هنا هل كان يمكن أن يوقف الله خطته التي احتوت فناء الأرض وقت الطفان عندما قررها إنه هو يأتي بالطفان ليومية كل حي ما عاد نوح وأولاده وزوجته وزوجات أولاده كان عددهم تمانية هل كان منقر ربنا يوقف الخطة دي طبعا 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 إزاي يعني هو إيه السبب المشكلة سبب المشكلة إن الخطيئة انتشرت في الأرض جدا والظلم انتشر في الأرض جدا ليه؟ لأن الوحي الإلهي يقول في سفر التكوين ستة آآ اتنين يقول إيه؟ أن أبناء الله رأوا بنات الناس أن هن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا آآ بقى الارتباط الزيجي مالوش قانون مفتوح يقول لك من كل ما اختاروا وبعدين دول مين ودول مين؟ أولاد الله آآ طعم دول أولاد هبيل وأنوش والناس القدسين طيب بنات الناس آآ دول أبنات أبنات قيين يعني عندهم الإغراء الكافي ليضللوا أولاد الله نعم وفعلا أولاد الله تضللوا ببنات الناس بل أباحوا لنفسيهم كل حاجة آآ ما كانش فيه قيود أبدا ما كانش فيه حدود آآ ما كانش فيه معايير لأن أنتو أولاد الله تاخدوا بنات الله وبعدين على فكرة يا حبائي لو أنتو شفتوا آآ نسل كل من آدم آآ 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 ما بعد ذلك ياردوا كده وكله كله يقول لك وآآ وولدوا أولاد وبنات يعني بنات الله موجودين طب إيه بنات الناس لا ددرة الإيه أو بنات قيين طب ليه يا أولاد الله يعني تروحوا ترتبطوا مع بنات الناس اللي حيعلموكوا جحض الله مقاومة الله عبادة أوسان يعني وصايا مختلفة تماماً عن وصايا ربنا خدتوا بالكم ليه وصايا قيين وأولاده بقى لأنهم لأن قيين يعني كان بيتحدى الله نفسه وبعد عنه وعاش في آآ حياة بعيدة عن الحياة مع الله بقى ليهم عيير بقى ليهم وصايا بقى بمعنى أصح الإله بتاعهم أو اللي بيقودهم هو الشيطان وده قيين وقف قدام ربنا وجد له قال له أحارس أنا لأخي ربنا قال له لو أحسنت أفل رفع الزبيحة بتعتك وإن لم تحسن فهناك خطية رابضة لك عند الباب وإليك اشتياقها آآ رابضة كالأسد رابضة كالأسد ولكن وراء ما ذلك ما اسمعش الكلام والخطية الرابضة كالأسد اللي هو الشيطان آآ التهمه بقتله الأخي وبالتالي بيجي معلمنا يشوع بن سيراخ في حكمته بيقول لا تسلم نفسك إلى الزواني لألا تتلف ميراسك يعني أنت ميراسك عظيم ميراسك منير ميراسك طاهر ومقدس ما تخسروش ما تجعلهش مبتزل يقول كمان لا تسرح بصرك في أزقة المدينة ولا تتجول في أخليتها يعني حب كناية عن حب الدنيا والعالم والإنبهار يعني بتقدمات العالم تعالوا شوفوا دلوقتي كيف أن العالم يا أحبائي يبهرنا بتطور تكنولوجي قد يطول يعني الحياة الأخلاقية عند الناس معه يريد الناس ياخدوا المفيد وبلاش المدر يعني مثلا إذا كان أينشتاين يعني اكتشف موضوع انتشار انشطار الزرة لكن للأسف في دول استخدمت هذا الأمر للضرر ولقتل ملايين الناس زي مثلا القنبلة الهيدروجينية أو الزرية اللي سقطت على مدينتين هيروشيما ونجازاك ما هو تتكمل مليون آه نعاص يعني إذا كان في أمور ما تروح أمام وإطروحات موجودة قدام الإنسان يريد ياخد المفيد وبلاش يتناول المدمر والسيء منها لكن حكاية أن احنا نرى كل شيء ونستخدمه لابد يكون بحكمة يقول لك لا تسرح بصرك في أزقة المدينة لأن المدينة دي هي كناية عن العالم المدينة دي تعتبر هي المكان اللي فيه عمار ومباني ومباهج وأيضا يعني مظاهر راقية عن القرية أو عن المكان البسيط أو المتباعد في الصحراء يقول لك دي مدينة يعني بيرتدها كل الناس ففيها كل الإمكانيات فمهمة قوي أن احنا لما نشوف كل المباهج قدامنا نختار الكويس المفيد ونرمي الوحش كمان تعالوا نشوفوا حكاية لا تسرح بصرك يعني ما تتأملش يعني وتعد تفحص وتمحص ويبقى عندك فضول وتقول ايه نجرب لكن معلمنا شعب نسرخ لعله يأتي بنا إلى كيف يعني نتأمل كيف نسرح بصرنا كإسحاق الذي كان يحب التأمل في الطبيعة ويقول لك فخرج إلى الحق ليتأمل فهنا احنا محتاجين ان احنا نتعلم ان احنا كيف نتأمل في الجمال الإلهي في المصنوعات اللي هي مدركة زي ما قالنا عليها معلمنا بولس الرسول مصنوعاته مدركة مدركة اهي الخليقة اللي قدامنا اي حاجة قدامنا دي موجودة مخلوقة مخلوقة يعني ربنا صنعها اذا كان اذا كنت شفت شيء يعني مش كويس دي من تركيبة الانسان من تركيبة الانسان لا تدعو للتأمل بل تدعو الى الاصلحة وتدعو الى النظر اليها بحكمة اه والحكم عليها ايضا اه بمعيار اه اللي بيها نتحاشى اه نتحاشى الشيء الوحش فيها يقول كمان يشوع بن سراخ اصرف طرفك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في حسن الغريبة اه يعني احنا طبعا بنقول ان اه هذه الايات المطروحة في الصحة 9 من يشوع بن سراخ اه ايات بتطول الحياة الداخلية الشخصية عند الانسان احيانا بنخرج برا الموضوع ونعمم يعني نعتبر المرأة الجميلة دي مثلا يقولك اسرف طركك عن المرأة الجميلة اللي هي الحياة البزخة مثلا يعني اللي فيها امور بعيدة عن ربنا اللي فيها امور تشجعك على الخطيئة مثلا يعني او حتى على ارض الواقع لما الانسان يحتفظ بالعين العفيفة بالعين المقدسة السيد المسيح بيقول اذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا واذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون شريرا ولكمان لا تتفرس في حسن الغريبة اه ده خطر هنا يا ما في ناس للأسف الشديد تفرسوا في حسن الغريبة ومن اجل هذه المرأة الغريبة تركوا المسيح وانقروه ليه علشان نزوة علشان اشتهاء علشان يعني اه مشاعره او قدرته بقت تحت تصرف كنترول هذه المرأة الغريبة وبالتالي فقد يعني عزرويته للمسيح ان لم يكن بقى ان ربنا يدي له نعمة او هو يطلب النعمة ويقول يا رب رجعني انا اخطيت اخطيت اللهم ارحمني يا رب فان رجل خاطئ ربنا على طول يدي هذا الشخص او هذه الست او هذه الفتاة البر على طول اه 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 يعني من ما خبش عليكو ان اه من النساء كسيرات اضلت سليمان سليمان الملك نفس وسليمان الحكيم نفس اصلي ايه السر في كده ان هو اه لم يصرف طرفه يعني عن المرأة الجميلة ولم يعمل كنترول او يتحكم في تفرسه في حسن الغريبة ما هي النتيجة كده لان الخطية خاطئة جدا وكل قتلها اقوياء يشوفوا سليمان الحكيم لكن طبعا معظم الاباء بيقولوا بيأكدوا ان هو قدم توبة في اخر حياته واقرب هذا الامر وقال ان اه يعني ان الناس بتحفر لنفسها آبار مشققة لا تضبط اي ماء واقرب ان ايه الدنيا والعالم بخار قليل يزهر ثم يضمحل وهكذا فكمان يشوع ابن سيراخ يقول فان حسن المرأة اغوى كثيرين وبه يتلهب العشق كالنار اه تعالوا شوفوا هنا بقى اه شاكيم مع دينا بنت يعقوب اه قبلوا بعض في الحقل التهبوا في المشاعر مع بعض مفيش كنترول انت يا دينا بنت ابونا يعقوب ذات العبادة الالهية او العبادة اللي عندكو الهية لله اما شاكيم فعبادته لتمثيل واوسان وامور وامور غير ربنا العادات والتقاليد مختلفة لكن التهب العشق كالنار جه الولد اخطأ مع البنت شاكيم اخطأ مع دينا النتيجة ان اخواتها عارفوا حصل قتال بعد كده ادى الى قتل ايه اهل شاكيم كلهم بخدعة من اولاد يعقوب لما قالوا لهم يجب ان تختتنوا علشان يجوز الولد بالبنت لان شاكيم واهله اتقدموا للزواج لاصلاح هذه الغلطة ده اللي حصل بقى وابونا يعقوب تضرر جدا من تصرف اولاده يعني الخطيئة نتائجها ممكن تكون صعبة خالص يعني ممكن انسان يبعد عن الحقل الزيجي اللي هو تم امام هيك الرب الصباقوت خدت بالكم ونبص اللي علشان انحرف مع واحدة غريبة اغوته اه وحسنها اغواه وفبالتالي كان فيه ضحايا الاولاد والزوجة ضحية والبيت تفشكل وحصل 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 يعني اه طبعا مهم او ان احنا نطلب رب من ربنا يا رب اصلح امرنا وربنا بالتأكيد هيصلح الامور بدام ان الانسان طلبه وقال له يا رب اصلح امري او اخطأت في الامر دهوت او يعترف او يرجع لصوابه او او ممكن بسهولة جدا ربنا يقبل الانسان قول لك السماء والارض تفرحان بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى توبة تعالوا كمان امنون لما شاف اخته من ام تانية ليه سمار امنون اشتهى اخته سمار حتى عمل حيلة واوقع سمار واعتدع عليها وكانت النتيجة ان اخه سمار اللي هو ابشالوم قتل اخيه امنون ثم بعد كده ابشالوم انفصل عن ابوه الملك داود كل دول كان ولاد الملك داود هو هو الخطيئة تقدر يعني بتعمل المشاكل دي كلها اه طبعا طبعا الاية تقول ايه امامك طريقان اما الحياة او الموت فاختر ايهما يعني اختار انت انت تختار اه يقول كمان يا شعب نصرح كل امرأة زانية تداس كذبلي في الطريق دا دا شيء اكيد يعني يقول كمان لا تجالس زا تلبع للبتة ولا تتكئ معها على المرفق اه يعني لا تجالس المتزوجة طبعا الاية دية متقالة في عصر في تاريخ يعني كانت المرأة دائما محتجبة يعني انتو فاكرين حكاية سارة سارة كانت محتجبة في الخيمة خطبالكم اه دائما محتجبة فتصور بقى مع الاحتجاب ده هو الشديد يعني في عصر ابقنا القدامى في العهد القديم لان طبيعة الحياة ونمط الحياة كان كده يعني لكن دلوقتي مش كده يعني مش اي حد يقعد مع ست محترمات او كده اه نشك في الامر لا مش للدرجة دي لكن هو الوصية برضو في مضمونها اه ان هل في امور تجرك الى خطية وإلى انحراف عندما تجالس واحدة متزوجة مثلا بطريقة مبالغ فيها اه وطريقة ملحوظة جدا ده اه دي ممكن تشكك الناس فيك تشكك الناس فيك والناس تشك في الزوجة دي هي كمان لان الامر ايه غير طبيعي غير طبيعي فالامر بيبقى محتاج حكمة ويبقى محتاج يعني اه احترام للحوار والعلاقات بيننا وبين بعضنا او بين الناس وبعضهم اه يقول كمان ولا تكن لها منادما على الخمر لألا تميل نفسك اليها وتزل بقلبك الى الهلاك طبعا حكاية المنادمة على الخمر مع امرأة اه معناها ايه دي زي ما كنا بنشوف في الافلام القديمة عادي يعني كأنها عادي لا مش عادي وتبص تلاقي كل الخطايا والجرائم طلع من الايه من امثال هذه العلاقات طبعا يعني شيء واضح يعني مدام الامر بيقول الى خطيئة مدام بيقول الى ابتزال في العلاقات او في يعني شخصية الانسان التي تبتزل من خلال المنادمة في الخمر مع امرأة ده مش كويس يعني ده ممكن يؤدي الى خطيئة اه لم يكن بالتأكيد يعني اه ف ف ف ف ده امر ايه برضو يعني كان امر بيفوق العقل خاصة في عصر يا شعب السراخ تقريبا كان اه في سنة مثلا ربعمية قبل الميلاد اه تقريبا يعني بحسب ما بيقول ابقنا ان سفر يا شعب بن السراخ تقريبا ربعمية قبل الميلاد اه تقريبا اه طيب طب هو هنا حكاية بقى لما اه يبقى اتنين عادين مع بعض بيتناولوا الخمر المسكر بلا شك دي كناية عن خمر مسكر بالتأكيد ويكون من الجنسين يعني رجل وامرأة ده حبة حيؤدي الى ايه الوصية تعالوا نقرها تاني الاية دي يقولك ولا تكن لها منادما على الخمر لألا تميل نفسك اليها وتزل بقلبك الى الهلاك وده شيء اه بالتأكيد اه ربنا يبارك حياتكم هي نصائح لها سمة معينة كده او ايات لها سمة معينة ليا شعب نسراخ في هذا الاسحاح بتطول الحالة الروحية الداخلية عند الانسان وموقفه الشخصي وقوة اردته في تناول هذه الامور والتصرفات والمشاهدات والخبرات بعين الحكمة لكي لا يخسر الانسان نفسه امام الله ويتمسك بالفضيلة وحياة العفاف نكمل التفسير في المرة القادمة شكرا جزيلا لحسن استماعكم لربنا كل مجد دائما ابديا امين ترجمة نانسي قنقر